جمال من الحاجات المهمة جدا واللي اكيد قريت عنها انه احنا عندنا مثلا في الناشئين او اختبرات الناشئين في مصر هنا يقول للعب انزل رأس انزل تأسيمة انزل هاتجول عشان يشوفه هو لعب كويس بيتم اختار ازاي الناشئ اصلا او اختاره ازاي او اشوفه ازاي اول حاجة هم مش بس بيقيسوا مهاراته في الكورم هم بيعملوا كشف قياسات عضلية وفيسيولوجية ويجينية على اللاعب اللي جاي لهم حتى لو عنده ست سبع سنين بيشوفوا البيئة اللي هو عايش فيها هلا يوفروا له بيئة مختلفة انه هو يتواجهت في النادي زي ما كان من فكرة مدرسة الموهوبين عندنا في مصر زمان يعني وبعدين يشوفوا قدراته الفنان خلينا اقول لك حاجة بس قبل ما لتنيل على قصة المدربين تعرف انه سنة الميلادية الاخيرة في الاتحاد المصري لكرة القدم عمل كام ورشة لليل حصوله على الرخصة سي مش بي مش ايه سي تلاتة لها قال له واحدة قال له واحدة تلاتة تعرف اتحاد مش اقول مش يسمي بعض الاتحادات العربية السنة اللي فاتت عاملين 14 ورشة للرخصة سي يعني تقريبا كل شهر فيه ورشة للحصول على الرخصة سي خمس ورش رخصة بي ورخصة على الاقل سنوية للحصول على الايه انت فيه بتعمل ايه ده مهم انت بتعملش حاجة عشان بس اكون امين يعني انت بتعملش حاجة تحصل شوية تجيب مدير فني للاتحاد محلي عارف بظروفك لكنه لذال مربوطا بعدم قدرته على التنفيذ ما عندهش قليات تجيب مدير فني اجنبي يرد عليك يرد عليك رد زي اللي ترد عليك انا عملت بس مش اقول اعملت بس هنكر مش عارف عملت ايه وقتنكر ايه بس انا عملت بس هنكر فهي الازمة مش بس في اختيار الناشئ يعني بالصدفة احنا بنتكلم وفي الفترة الحالية هي اختبارات الاندية بالمناسب كل الانديه الانديه الكبيره وانديه السغرية في القاهرة وبره القاهرة اختبارات الانديه انا كنت بالصدفة كنا من كم يوم صاحب لعمل احد الانديه الكبيرة لك انت تخيل ان هذا القصة اللي انت قلتها دي هو حتى ما بيقولش للولد انت انزل اعمل ايه هو بيديك دقتين تلاتة تنزل خمسة ضد خمسة سابعة ضد سبعة واللي عينه تيجي عليه حرفياً أنا دكت في اللي بقوله واللي عينه تيجي ممكن ولد ممتاز ولد يبقى في الملعب ممتاز وانت ما تشوفوش أصلاً لانك مبسيتش عليه لانه مش طبيعي انك تستقبل عشر تلاف طفل عشر تلاف طفل في الفئات العمرية مثلاً عشر سنين حدوش سنة اتناشر سنة واللي قاعد بيختارهم بخمسة ده غير طبيعي ضد قوانين الطبيعة والكورة انت مش بس ان انت مش ماشي بإطار غير علمي لأ انت حتى الناس اللي هي هنقول في ناس عندها زمان كنا مشغلين بالفطرة في ناس عندها عنيه هيقدر يقولك ده لعيب كويس أو لعيب وحش ودلوقتي ايه خمس ساعة بيختاروا بيختبروا عشر تلاف حتى الفطرة المصيبة الأكتر انه هم كمان مش مؤهلين للاختيار مش مؤهل انه يختار فهي شوف انت عددنا وانحنا قاعدين دلوقتي كام خطأ مركب فوق بعضه ومستني ان احنا ننجح هتنجح ازاي انت لازم تبتري من تحت تصلح تعرف انت واقف فين احنا في كل التجارب اللي احنا قلناها وفيه اكتر منها كتير وفيه اكتر منها على سعيد الاندية اول حاجة بيعملها لازم اقيس انا واقف فين عشان نقطة اثنين اعرف ما شكل ايه اللي انا هبتري احط لها حل انت عارف اصلا احنا السبب الحلقة دي النهاردة ياهو بس سبب الحلقة دي النهاردة يا جمال انه انا متأكد مش بلاش متأكد عشان يعني الله اعلم بالنوايا والامور بس بناسبة كبيرة جدا اتحاد الكورة والقائمين على الكورة او حتى المتابعين بصراحة يتصوروا ان تطوير الكورة بفكرة انك تعين مدرب كويس يعني دي اخر اخر مرحلة انت بتخيل احنا عايشين سنوات طويلة حتى هزي اللحظة على مستوى المنتخبات والاندية لو الفريق ناجح فعشان المدرب لو الفريق فاشل فعشان المدرب عشان نقطة ايه رقم واحد ان انت عمرك ما كان عندك مشروع انا قلتها معك هنا بعد رحيل كروش بيوم عمرك ما كان عندك مشروع نفس انا يبقى عندنا مشروع اتنين كل واحد بيجي بيضغر على كلمة واحد كويك وين انا عايز اكسب بسرعة عشان الناس تهدأ عشان قولوا علي ناجح مش عايز اعمل مشروع مش عايز افيد المكان انا عايز اعمل كويك وين انا عامل مشروع يبقى ناتجته بعد 8-9 سنة لغيري فغيري هو اللي يتقال عنه ناجح كونسبتل غيري بقى مش ان انا جاي فيه دي المكان او جاي الناس تفتكرني يعني انت النهاردة مستضيف واحد انا يعني قريت عنه كتب كتب مش مقال كتب عمشيل سابلو اللي عمله التجربة بتاعته بتتدرس بتتدرس النهاردة في جامعات التجربة بتاعته بتتدرس في جامعات في الورك شابس جوه الجامعات بتتدرس فانت بتتكلم عن الراجل ده انت هنا في مصر عرفت الراجل ده وانا وغيرنا وبتدرس في دول هيفضل اسمه في التاريخ عشان عمل حاجة هتفضل في التاريخ طلعت قوت جود في النهاية صح مش عملت الكوكين كسبنا بطلاط أفريقيا كتير احنا فين دلوقتي